في التساؤلات هنسأل اللي احنا يعني ربنا يكرمنا في مع ضيوف التلاتة ان شاء الله يكونوا معايا بعد قليل كل التهنئة لسيد طارق عامر محافظة البنك المركزي تجديد للمرة التانية السيد الرئيس عفتاح سيسي يجدد الثقة مرة تانية في هذا الرجل السيد طارق عامر للمرة التانية سيد طارق عامر خلص ولايته الاولى اربع سنوات ويتم تجديد النهاردة اربع سنوات اخرى حتى نوفمبر تلاتة وعشرين ماذا يعني هذا التجديد خلينا اتكلم بشكل واضح ماذا يعني هذا القرار النهاردة يعني ان الرئيس عفتاح السيسي قضى اليوم على جزء من الشائعات اكرر تاني اكرر تاني قضى الرئيس اليوم بهذا القرار على شائعات كثيرة تتعلق بطارق عامر نعم على مدى الام الماضية ناس بتهاجم طارق عامر نعم ناس بتتكلم في حق هذا الرجل ناس بتتحدث في امور معرفش منين فالرئيس النهاردة قضى على هذه الشائعات ومن يطلق هذه الشائعات قرار رئاسي هو مين بيجدد رئيس المحافظة بنك المركزي إلا رئيس الجمهورية طيب رئيس الجمهورية من بياخد قرار اليوم بهذا التجديد اليوم لأربع سنوات أخرى على فكرة كان ممكن طارق عامر خلص مدته وخلاص لكن الرئيس جدد له ليه هو احنا يا جماع عندنا رجل رئيس شايف الناس بتشتغل ازاي هو طارق عامر اشتغل لما مسج البنك المركزي كان الاحتياط بتاعنا قد ايه افتكروا في نوفمبر 15 كان 16 مليار دولار و400 مليون عشان يبقى الرقم بدقة 16 مليار و400 مليون النهاردة احتياط مصري كام يتجاوز 45 مليار دولار ده رقم واحد يبقى الرجل ده عمل ايه رقم اثنين لما سيد رئيس خد قرار الصحات يوم 3 نوفمبر 16 كان ايضا هناك ثقة